موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مساء خير أهلا بحضراتك وحلقة جديدة بوضوح ما عدنا لأسبوع السابت وموضوع من موضوعات ثقافة الجنسية مع دكتورة هيبا قد وبرحب بك دكتورة أهلا بحضراتك خليني قبل ما نحط علامة للكبار فقط ونبدأ نخش في موضوعنا وموضوع النهار ده موضوع مهم جدا جدا خليني الأول نشوف الرسائل اللي بجلنا على الفيسبوك الإبداعات الجميلة اللي انتو بتساعدون بيها واللي احنا بنسعد جدا وإحنا بنقردها في البرنامج وعايز أقول لكم أرجوكم بعتولنا أكتر وأكتر وإن شاء الله حنفذ مساحات أكتر وأكتر وممكن نعمل حلقات خاصة جدا لمجرد بس يبع عندنا كم كبير من فيديوهات الفيسبوك معنا أول فيديو قونية بحبك يا بلادي أشرف بهنيك وصوت جميل وربنا وفقك إن شاء الله بإذن الله معنا كمان شريف البغدادي أغنية حياتك عادية نشوف حياتك هذي شريف يعني حياتك جميلة إن شاء الله وصوت جميل وربنا يوفقك دايما إن شاء الله ابعت لنا واستمر في إبداعاتك الجميلة على برنامج بوضوح أغنية يا رب مليش غيرك غناء أحمد مشعل أحمد ما شاء الله عليك ربنا يوفقك ويبارك لك إن شاء الله بإذن الله عايز أقول لكم بعتولنا دايما كل رسائلكم وكل يعني إبداعاتكم الجميلة وكمان إن شاء الله حيكون فيه فقرات إن شاء الله للشكاوى إن شاء الله حيكون أيضا مع الفيسبوك حنعرض كمان الشكاوى كمان اللي بجئنا خلونا بقى نحط علامة للكبار فقط النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا بتحدث عن الإعجاز العلمي في الجنس في الإسلام يا طرق قد إيه الرسالة الإسلامية كانت كافية ووفية فيما حملتهم من تعليم وأمور تخص الموضوع الجنسي حتى تكون مرجعية واضحة وكاملة وشاملة وقد إيه الدين اجتمل على كل التعليم التي يؤكدها العلم يوما بعد يوم فيما يخص هذا الموضوع النهاردة هنعرف كل هذه التفاصيل دكتورة هبا أطبو أستاذ الطب الشرعي استشاري العلاقات الزوجية بكل ترحب بك دكتورة هلنشوف هذا التقرير لعد فريل إعداد وبعدين نبدأ أحوالنا مع دكتورة هبا أطبو اعتبر الإسلام الحقوق الجنسية من الأمور الأساسية في حياة الإنسان ووضع القوانين اللازمة لإجباع الغريزة الجنسية وتنظيم نشاطها واحتلت قضايا الجنس أبواب ومباحث في الفقه الإسلامي ومع التطور التكنولوجي الرهيب أثبتت العلوم الطبية مدى إعجاز الشرائع الإسلامية في وضع قواعد للعلاقات الجنسية إذ حرم الإسلام العلاقات الجنسية بين المحارم ووضع أساس العلاقة من خلال منظومة الزواج التي وضع لها أيضا أسسا ومعاييرا علمية وأخلاقية كما حرم الإسلام الشذوذ الجنسي وغلظ عقوبة الزنا التي تتسبب في أكثر من 32% من الأمراض المعدية على مستوى العالم وفقا لإحصائيات في مراكز صحية عالمية وكلما اكتشف العلماء الكوارث التي تتسبب فيها الممارسات المحرمة في الدين الإسلامي تتضح عدالة وحكمة تلك التشريعات التي وضعت لحماية البشرية أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما شفنا قبل الفاصل التقرير عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيما يخص العلاقات الحميمة أكرر الترحاب بالدكتورة هبة أهلا بحضرتك دكتورة هبة أنا أعرف أن حضرتك الدكتورة بتاعتك كانت عما ورد في الإسلام عن العلوم الجنسية قد إيه الرسالة الإسلامية كانت كافية وفية في هذا الموضوع هو الحقيقة ممكن أقول فيها وصف واحد يعني فوق ما أي حد يتصور يعني الحقيقة كانت أنا بدأت أصلا بالقراءات الدينية العادية زي أي حد يعني قبل ما قرر حتى أخذ التخصص ده لما قررت أخذ التخصص أنا كلما كنت أمشي خطوة وكلما كنت أقرف نظرية من نظريات العلم الحديث أو اللي وصلوله لهو أول حد بدأ يحط نظريات جنسية في أوائل القرن الماضي والناس اللي هم من ألمانيا كانوا حتى تردوا من ألمانيا كانوا يهود ألمان وتردوا ورحوا أمريكا وعملوا زي معاهد وعملوا مؤسسات علمية عشان نقشوا المواضيع دي وبدأوا يبحثوا ويدخلوا في مرحلة تجربة وخطأ وبدأوا أن هم يعني يفترضوا حاجات لغاية لما جون بعد كده في الخمسينة وستينيات ماستر إن جونسون هي فيرجينيا ماستر وزوجها وحطوا نظرية الدورة الجنسية ودورة رد الفعل الجنسي وفرقوا ما بين دورة الجنسية الأنثوية والزاكرية أنا لما ده كل ده مذاكرة يعني فكل مذاكرة وكل خطوة في المذاكرة وكل خطوة في العلم كل حاجة معلومة بكنت بشوفها بلاقي إن هي موجودة موجودة فعلا في القرآن يعني إلى أي مدى ممكن عندما تجرى مقارنة بين ما درستي حضرتك في العلم وبين التعليم الديني قد إيه لحظتي أن هناك تطابق فيما يخص الموضوع الجنسي تطابق مش طبيعي يعني تطابق شامل وكامل ده مش بس كده أنا عايزة أقول حرارتك يمكن حاجة المشاهدين استغربوا لها إنه التفاصيل نوقشت أكثر في الدين أكثر من العلم يعني طلعت بقى تفرع العلم الجنسية لأنها زي ما أقول حرارتك هي نعتبر حديث العهد بها في هذا العالم يعني العلوم الجنسية تقريبا بقى لها ما يتكلم في مئة سنة بكتير قوي يعني فتفرعت بقى فلما بدأت تتفرع اللي هو لسه من قريب جدا في التسانيات بقى وحتى بعبدات الألفينيات بدأوا يعني ينقشوا تفاصيل تفاصيل في العلاقة الجنسية وأثرها على النفسية وطلع أن كل ده برضو موجود في الدين وحقول حرارة تفاصيل يعني غريبة جدا جدا الموضوعات بعينها تثبت أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني هو كتالوج بتاعنا لما نزل من السماء اللي هو الكتب السموية وطبعا بذات القرآن وده كان بحثي في القرآن وفي السنة وعلى فكرة عملت مقارنة يعني كان فيه فصل في الرسالة بتاعتي عن ما ورد في الأديان الأخرى عن الجنس لقيت أنه لم يكن هناك أشمل ولا أدق في التفاصيل حتى تحديدا من الدين الإسلامي من حيث الكتاب والسنة لما بتصعد في دراسة علمية بتصل إلى نتائج تعاكس النظريات اللي حضرتك درستيها بالدين بيكون إيه موقفك هو أنا الحقيقة البوتاقة بتاعتي يعني سأفي وغدراني في العلم هو الدين لأن الثقة المطلقة في الدين مش الثقة المطلقة في العلم العلم متغير العلم كل يوم برأيه يعني أبسط حاجة مثلا لو حنبتدي بها وإحنا قلناها قبل كده في الحلقات لو حضرتك تفتكر موضوع الشذوذ الجنسي الشذوذ الجنسي متغير يعني الغاية سنة 78 كان العالم بقوله متفق إنه هو انحراف نفسي ويحتاج إلى علاج من 78 إلى 96 بدأوا العلماء مسكين في بعض يعني فيه شوية قالوا آه شوية قالوا لأ بعد 96 قالوا لأ ده هي خلقة وجينات وكل واحد يقبل نفسه كما هو وكل واحد يختار الميل الجنسي بتاعه لو عايز يبقى نفس الجنس يبقى هو حر لو عايز يبقى جنس الآخر يبقى هو حر من سنتين بدأوا تاني العلماء يرجعوا في كلامه ويقولك لأ ما هو إفرض إنه واحد مش مرتاح ده لما لقوا أم عمروا إحصائي لقوا إن 97% بيتجهوا الأطباء نفسيين 97% من الشواز في أمريكا و92% بيقدموا على الانتحار ولو مرة في حياتهم فلما لقوا إن الأرقام بدأ التفل كده بإديهم ألف لا طب ما يمكن إنه هو فعلا مش خلقة ما يمكن إنه هو فعلا انحرافه وعايز علاج فإذن يبقى من أصدق بالعقل كده أصدق العلم المتغير كل يوم أصدق النظريات اللي هي عرضة للتفنيد والإنكار والمجادلة ولا أصدق الكتب الربانية السماوية اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها من فوق سبع سماوات من قديم الأزل وهي صالحة إلى أبد الأبدين فأنا بالنسبة لي المسألة محسومة محسومة بالدين اللي يختلف عن الدين يبقى هو اللي غلط قطعا لكن أصلا الدين ما فيهوش نقاش طب خلينا نخد في الموضوع بشكل أكثر تفصيلا إيه الحاجات اللي حضرتك لمستيها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فيما يخص الموضوع الجنسي والعلاقة الحميمة هقول لحضرتك يعني هو إحنا عندنا نفرق ما بين يعني أو فيه حاجتين أساسيتين أنا رسالة الدكتورات بتاعتي عملتها في أمريكا سنة 2003 وقت ما خدت الدكتوراه هي 234 صفحة هي مش صفحة ولا اتنين ولا تمانية ولا عشرة 234 صفحة وكلها كانت مشتقات من الكتاب والسنة ودراسة مقارنة بما جاء به العلم الحديث الحقيقة أعز حاجتين جنف الرسالة على قلبي هم تفسير لآية في صورة الروم يعني أنا فنتها بشكل علمي بحث أنا ما نشفقيها أنا مش بعمل أي حاجة ليها علاقة بالشرع ولا بالعلوم القرآن ولا التفسير أنا بفسرها بشكل علمي بحث أنا واحدة بتاعت علم آية في صورة الروم بتلخص بروتوكول العلاقة الزوجية الحياتية الاردالعيف اللي هي الآية اللي احنا بنعدي عليها وبنقرها 20 ألف مرة وموجودة على كل كروت الأفراح عرفها حضرتك كل كروت الأفراح مكتوب عليها الآية دي أعوذ بالله مشتر رجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم وعدة ورحمة إن في ذلك الآيات من القوم يتفكرون الحقيقة الآية دي احنا بنعدي عليها مرور الكرام على أنها آئدة ولطيفة وجميلة وحلوة وطبعا ووقعها حلوة والناس مخلوة عشان تتجاوز بعض وتعيش في ثبات ونبات ويا خلاف وصبيان ونا الحقيقة أنا بعد ما بدأت بقى أذاكر شوية في العلوم الجنسية لقيت إن الآية دي دي مش بس تتاخد كلمة كلمة تتاخد حرف حرف خليني أقول حضرتك ربنا سبحانه وتعالى لما يعني شرع العلاقة الزوجية وإنه فيه واحد وواحدة كل واحد جاي من عائلة مختلف ربما من ثقافة مختلفة ربما من بلد مختلف ربما من قارة أخرى وحيجمعهم بيت واحد وجدران ده شيء صعب جدا يعني بنظريات الطبيعية المنطقية الفلسفية ده شيء صعب جدا إن هم يحصل لهم انصهار ويعيشوا يشاركوا نفس بعض حياة واحدة يعني لو فكرت فيها بالكالكوليشنز أو بالحسابات العادية مستحيل لكن ربنا سبحانه وتعالى أولا الآية دي جت حاجة غريبة جدا جت جوا آيات كونية يعني ربنا سبحانه وتعالى في المنطقة دي في صورة الروم بيتكلم عن من آياتيه استغفر عظيمة مش حافظة للأسف النص كله بس بيكلم ربنا عن الرياح وعن الجبال وعن الأمطار وعن يعني الفلك وعن النجوم يعني الحاجات اللي هو يعني استعرض عضلات الخالق سبحانه وتعالى استغفر العظيم والله المثل الأعلى اللي هو إيه ما حدش يقدر يعمل الكلام ده غيره سبحانه وتعالى فلما تيجي في النص آية بتتكلم على الجواز وراجل وسط يعني تحسنه هو إيه لقد ده باللي احنا بنقوله إيه لقد ده بالرياح لأ هي ما تيجي بقى حضرتك كمان هتقول بقى يعني كده حرف حرف و و دي يبقى إرضاف لما قبلها يبقى المسألة فيها معجزة كونية زي اللي قبلها وزي اللي بعدها بذات ان اللي بعدها كمان بيتقال فيها نفس الكلام و من من ده يتفيد البعضية يعني ده كمان دي مش كل آيات الله ده يعني حاجة بعض من آيات الله وبعدين بعدها كمان فيه بقى تكملة الآيات الله في الخلق الجبار اللي احنا قلنا عليه ومن آيتي كلمة آية دكتور عمر لو تشوف حضرتك في المعجم ليها ست سبع معيني يعني آية معناها دلالة معناها نعمة معناها معجزة معناها علامة كل الكلام ده في كلمة آية يبقى ربنا سبحانه تعالى من طبعا الأجاز الأصلا اللغوي في القرآن هو بيقولك كلمة واحدة وبيقصد بيها جميع معانيها عشان كده القرآن صغير وهو كبير في ما اجتمل وفي معناه يبقى ومن آياته ومن معجزاته ونعمه ودلالاته وعلاماته وكل الكلام ده أن خلق لكم من أنفسكم كلمة من أنفسكم دي الحقيقة أنا مكنتش فهمها يعني ايه من أنفسكم فالتفاسير العادية اللي هي اللغوية بتقول من أنفسكم يعني من الجنس الإنساني هو هو لكن الحقيقة في حاجة اسمها علم النفس الجنسي وعلم النفس الزوجي المسألة طلعت حاجة تانية خالص من أنفسكم يعني لابد من أن يتعامل كل فرد من الزوجين مع الآخر على أنه هو نفسه يعني حضرتك كإنسان بالفطرة الإنسانية يكون عليك تجيب دبوس وتشك نفسك صعب جدا يعني إزاء النفس ده من أصعب الأشياء الواحد لما يبقى حياخد حقنا وعرف أنه حتفيده بيبقى حاجة صعبة جدا لأنه هي بتؤذي ولو شوية قد كده فإذن من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم ده إسقاط على الإنسان واستدلال أو يعني لازم الإنسان يستدل فيما يجب بطريقة اللي يجب أن يتعامل بيها مع طرف الآخر إن هي ده ربنا سبحانه وتعالى فصل النفس دي إلى اتنين وبعدين جماعهم إلى حين ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وربنا سبحانه وتعالى لما يأتي بحرف الواو في أي حتة يبقى لابد أن نقف وننتبه والواو هنا معناها أن لا الحكاية لسه ما خلصتش يعني مش خلق لكم من أنفسكم أزواجا معناها معنى جليل جدا وكبير جدا بس لا استنى لسه لقنا واو يبقى لا استنى لسه ما كملتش الحكاية وجعل يعني حتى الفعل بتاع جعلة ده مش مثلا يعني أنا حتى بقول الإعجاز في اختيار الفعل ده جعلة يعني حط موجود يعني أهو موجود طب جعلة إيه وجعلة بينكم بين الاتنين جعلة بينكم حكتين حاجة اسمها موادة وحاجة اسمها رحمة فكلمة جعلة دي معناها خطير جدا أنه ربنا سبحانه وتعالى حط بالفعل الموادة والرحمة بين الزوجين يعني هي موجودة يبقى الزوجين يعني العلاقة التي نعدم فيها الموادة والرحمة تبقى غلطة مين تبقى غلطتهم هما الاتنين إن هما ما مدوش إيديهم وخدوها لأن هي موجودة محدش يقول مش موجودة وجعلة بينكم بينكم حتى يعني الزرف بتاع بين معناها أن هي المسافة متساوية عارف فالسياسة يقولك على مسافة واحدة يعني مسافة واحدة بين الزوجين فواجب عليهم هما الاتنين أنه كل واحد يمد إيده وياخد الموادة والرحمة ويستخدمهم ربنا صحيحة بيرضي في الموادة والرحمة على أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تبقى هي دي الأدوات اللي حيستخدمها الزوج والزوجة علشان يعمل عشان يحقق حتة أنه هو من أنفسكم يعني أنا أسفل في حاجة قبل واجعل بينكم ومن أنتيها خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها دي كمان أخطر من موادة ورحمة لتسكنوا إليها هي اللام دي هنا لام التعليل لام التعليل دي حضرتك لما بتيجي يبقى أنا بقول سبب لما سبق يعني السبب أن الواحد يتجوز هو حاجة واحدة بس أنه هو يشعر بالسكنة مش بالسكن السكنة السكنة دي برضو شاملة جدا 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 يعني بيشمل السكن البدني السكينة السكينة الراحة النفسية السكن العاطفي يعني ما يبقاش عواطفه كل يوم مع واحدة أو هي تبقى كل يوم مع واحد أو أو طبعا السكنة الجنسية لأن دي غريزة ملحة أنه هو يبقى أو هي تبقى أنه هم محدش بيرائب نفسه قوي وهو بيتكلم علشان ياخد باله لا هو مرتاح يتكلم من غير فرامل من غير مشاكل فالسكنة دي أو السكن ده هو أدواته بقى اللي هي المواد ده والرحمة اللي احنا قلناها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم يعني أنتم مش عارفين زي تسكنوا إليها لا أهي الأدوات هي وجعل بينكم موادة ورحمة لحد كده احنا خلاص عرفنا عرفنا أن الجواز شرعه ربنا سبحانه وتعالى ولازم الاتنين يشعروا أن هما الاتنين بينتابوا لنفس واحدة وعرفنا أن الغرض من الجواز هو الراحة النفسية والسكينة بكل معانيها العاطفية والجنسية والنفسية والبدنية وكل شيء وعرفنا أدوات السكينة دي أو أدوات النجاح هذه الزيجة خلاص قبل من سيب الحتة دي عايز أقول لحضرتك يعني إيه مواد ده ورحمة مواد ده ورحمة برضو لما أنا توقفت عندها لقيت أنه بلغة هذا العصر مواد ده يعني إيه أو بلغة طبعا كل عصر بس أنا بتكلم المتاحدة الوقت تعاطف محبة رحمة طمأنينة في التعامل مواد ده يعني مواد ده فيها الود فيها الود الود على فكرة كلمة أشمل كتير من الحب يعني عشان يقولك إيه طب ما أنا مش منجوز براتي عن حب ربنا كان ممكن يقول حبا ورحمة لقال موادة ورحمة المواد ده تجيب الحب المواد ده بتجيب الحب المواد ده بلغة هذا العصر أنا أزعم أنها حكتين اللي بتسامه ما فهاش قصوة يعني المواد ده برضو ما فهاش قصوة المواد ده لأ يعني أنت عارف حدرتك لما حتى تشوف حد ما تعرفوش وكلما تبصره يبقى 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 ده رجل ودود يقولك صباح الخير تؤمرني بحاجة حتى لو ما يعرفكش يبقى المواد ده هي أنا أعتقد أن هي يعني أو ده اللي أنا توصلت له والحقيقة لما طبقته على كل الحالات اللي أنا درستها لقيت أن هي شغالة يعني المواد ده أنا شايفة أن هي ابتسامة في وجه الآخر وكلام لطيف يعني يقولي التور عمر كام واحد بيقول لمراته أنت وحشتيني تسلم إيديك الأكل يجنن والله أنت من غيرك أنا مسواش حاجة وكام واحدة بتقول لجوزها يعني ربنا ما يحرمني منك أنت تأخرت ليه أنت وحشتيني أنا بتكلم بس عشان أتطمن عليك أما يدخل عليها بالليل ربنا ما يحرمنيش من داخلتك علي الكلام اللطيف ده هي دي المواد ده فهي دي الأدوات اللي بتخلي فيه استمرارية وبتخلي فيه سكنة وبتخلي الرجل ده يحب البيت ده وتخلي ستة دي تحب الرجل ده وتستنى مجيته لكن لو طول الوقت هو مكشر وكلامه مش لطيف وبيلومها على كل حاجة وبينتقدها في كل شيء ده بخرج بره المواد ده خالص يعني طب نيجي للرحمة يعني إحنا في أي يوم حر شوية زي اليومين دول أو لو حتى يوم برد شوية يقولك يا رب ارحمنا برحمتك ده يعني يكمل حتى الإنسان العادي في الشرع بيقولها يبقى إذن يعني إيه رحمة الرحمة لغويا هي عدم تكليف الآخر بما لا يوطيق يعني ما تجيش الزوجة تقول لجزها أنا ما ليش دعوة أنت بشوف مرات أخوك عندها إيه أنا عايزة زيقها شوف أنا أختي جالها إيه أنا عايزة زيقها وهي تعلم أن ده دي بره طاقته أو ييجي مثلا رجل بالليل تبقى ستة هل كان من شغل البيت طول النهار أو مع الأولاد قومي حضرية العشاء وأنا يعني لما أنت هنا في البيت زينة هو أنت مش عارف إيه تقوله أنا تعبانة مش قادرة يعني إيه مش قادرة قومي فهم قصدي هارتك دي ما فيهاش رحمة يبقى إذن ما يتخلى عن أدوات السكنة يحرم من السكنة نعم وما يتخلى عن السكنة يحرم من مسألة أن هي الآخر يعمله بما يعني يجب أنه يعتبره زي نفسه نيجي في قفلة الآية الحقيقة هي الآية الوحيدة في الآيات الكونية دي كلها اللي مقفولة بفعل في كز أداة للتأكيد للتوكيد يعني بيسموها لغويا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حكى القصة الجميلة دي قالك إن في ذلك ذلك اللي احنا لسه قدينه ده لا إيه بقى لا آيات يعني اللي يفهم ده ويعمله ده حيلاقي بقى إيه حيلاقي نعم وحيلاقي دللات وحيلاقي معجزات وحيلاقي 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 لسه بقول لحضرتك لو احنا منطقناها بالحسابات العادية لا يمكن الحياة استقيم ما بين اتنين لمدة طويلة لكن المعجزة إن هم يستمروا في سعادة مدة طويلة يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بديك الأدوات بيقول لك إن في ذلك لآيات لقوم مش أي حد لقوم إيه قالك ما قالش يعلمون ما قالش يعقلون قالك يتفكرون التهدي غيرت المعنى خالص خلت المعنى أكثر عمقا وفي تكرار يعني يستمروا في التفكير ويفكروا بعمق يبقى إحنا مطلوب مننا أن إحنا لما نلاقي حاجات زي كده إحنا مشكلتنا عارف حضرتك إيه كما أزعم أن يغل العربية عندنا بقت ضعيفة صحية طيب خلينا نخش أكتر يعني شرح الآية يمكن يعني دل على مفاهيم على معاني كثيرة هامة جدا أنا عايزة أقارنا حرك بقى بالعلم تفضل لما جمت في علم النفس الزوجي في حاجة اسمها المارتل سايكولوجي حاجة اسمها أو بسموها الكابل سايكولوجي لأن طبعا مش كل ناس متجوزين في عرفهم وفي حاجة اسمها السكشول سايكولوجي السكشول سايكولوجي حنجلها بعد شوية في آية ثانية سورة البقرة الكابل سايكولوجي حضرتك لو تشوف بالزبط مكتوب فيها إيه هتلاقي إنه هو في تعليمات لم تخرج عن الآية دي بيقولك إنه إنت لازم تعتبرها زي نفسك إنت زي ما تحب لنفسك تحب لها زي ما تجيب لنفسك تجيب لها ما تحسسهاش إنك إنت مفضل عند نفسك لو إنت مثلا اللي معاك فلوس أكتر وطبعا والعكس أنا مش بتكلم على نفسك أنا بتكلم أحد الطرفين ما تحسسهاش بضعفها لو هي ضعيفة في حاجة ما تقارنهاش بحد أحسن منها وبرضو والعكس بيقولك مثلا إنك إنت لابد أن تعبر عن حبك لها طول الوقت لازم إنك إنت تقابلها بابتسامة بذات لو هي حتنام أو صحية من النوم عشان تنهي يومها بابتسامة وتبدأ يومها بابتسامة بيقولك إنه لازم إنه هي دايما إنك إنت قد ما تقدر تعمل لها حاجة تعملها لها مثلا لو إنت بتعمل your breakfast مثلا بتعمل الفطار بتاعك اعمل لها معاك واحسسها إنك إنت عملت لها بتعمل لعشا بتاعك اعمل لها معاك وإنت قايم تعمل قهوة أقول لها عايزة قهوة ولا لأ دايما تفلرت يعني لازم تعجب بشكلها بلبسها بكل الكلام ده موجود في العلم اللي هم لسه عاملينه أول مبارح يعني فطبعا المسألة الحقيقة لما أنا أما تقرأ الكلام ده يبقى موجود في دينك من 1400 سنة ونزلوا ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مش بقى أقوال ولا حديث صحيح ولا مش صحيح ولا إسناده مظبوط ولا مش مظبوط ولا 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 بتلاقي إنك إنت إيه ده how proud يعني إيه الفخر لنا فيه ده عايزة أقول حريك قبل ما أكمل إنه التفسير ده هو اللي خلاني أخد جيزة أحسن بحث في السنة اللي خدت فيها الدكتوراه من 18 حد كان بيدرس الدكتوراه في نفس السنة أنا خدت جيزة أحسن رسالة الدكتوراه مش عشان أنا كويسة علشان الكونتنت عشان المحتوى بتاع الرسالة بنزلهم كان مبهر وقعدوا الحقيقة قبل ما الرئيس الجامعة يسلمني جيزة أحسن بحث قعد يكلم يجي عشر دقايق إنه إحنا قد إيه إحنا بلفظه قد إيه إحنا جهلة إن إحنا ما نعرفش عن هذا الدين العظيم ما جاء فيه من جوة تخصصنا طيب تطبيقات أخرى بقى الإعجاز العلمي في القرآن في ضوء الدين يعني في ضوء ما جاء في القرآن وكشفت أنتو كأطباء متخصصين في مجال علم العلاقات الزوجية إن ما جاء في القرآن مطابق لما جاء في العلم جميل عشان خاطر نوضح للمشاهد أن هناك من ينكر ذلك يعني هناك من ينكر من أطباء زملاء لحضرتك فكرة أن هناك إعجاز علمي في القرآن طيب يعني هو بدون تعليق على الآخرين الحقيقة طبعا هو الإعجاز العلمي في القرآن مش محتاج أصلا حد يعقب عليه ولا مستني رأي حد المهم فيه الآية التانية اللي بقوله حضرتك عليها اللي هي في سورة البقرة سورة البقرة الآية 223 ده فيها بروتوكول العلاقة الحميمة ما بين الزوجين ربنا سبحانه وتعالى بدأ الآية بيقول إيه بيقول أعوذ بالله مشتر رجيم نساءكم يبقى مين المخاطب الرجال بالزبط حرثن لكم آه في الآية بتاع سورة الروم محددش آه ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا والزوج في اللغة يعني يساوي رجل أو امرأة على فكرة آه أعوذ بالله مشتر رجيم نساءكم حرثن لكم حرث يعني هو الحرث مكان الزراعة فالنساء أولا ربنا سبحانه وتعالى لما كان ممكن يقول النساء حرثن لكم ليه قال نساءكم هو في سيكولوجية الرجل في سيكولوجية الذكر أنه هو عنده حتة الإعجاب بالذات أعلى من المرأة وعنده حتة حب التملك أعلى من المرأة وعنده حتة الاحتفاظ بما يملك أعلى من المرأة ده فطريا المرأة جبلت على العطاء يعني ما عندهاش مشكلة يعني هي تدي أو حاجة اللي بيحركها العطفة لو بتحب حد تطلع كل اللي عندها وتديهوله الرجل لا هو أكثر تعقلا في المسألة دي لأنه عنده غريزة التملك أعلى فربنا سبحانه وتعالى لما بيقول نساءكم يبقى هو بيخاطب في الرجل حتة حب التملك ستة دي بتاعتك حتى أنا معجبة جدا بالترم كان بيتقال زمان حتى في الفرن القديمة وفي التراث المصري يقولك ستة بتاعتي ستة بتاعتي دي كلمة بليغة جدا أنا بحبها قوي لأنها ماتشنج قوي مع السايكولوجي بتاعت الطرفين فنساءكم حارثون ورجع يخاطب تاني البوساشن أو حب التملك عند الرجل اللي هو نساءكم حارثون لكم الستة اللي هتجيب بعيل ده مش هكتب باسمه يعني ابنك مش هكتب باسم مامته هكتب باسمك فإذن هو هينسب إليك يبقى إذن هذه المرأة تابعة لك وحتأتي لك بالولد اللي هيشيل اسمك فربنا سبحانه وتعالى هنا فيه علم اسمه علم موارد البشرية علم موارد البشرية اللي هو الـ HR الـ HR بيعلمك زيته خاطب اللي قدامك علشان تأثر عليه نفس الحكاية موجودة في علم الماركتين والسيلز اللي أعرف حضرتك اللي هو التسويق والبيع فبيقولك عشان تملك من هو أمامك وتاخده في الجراون بتاعك عليك إنك إنت تبدأ بإنك إنت تثني عليه وتشكر فيه ساعتها كلامك هيوصل بشكل أسرع ده كلام كلنا عارفين محضرتك عارفه في الإعلام كمان فربنا قال لنسي أقوم حرثن لكم فخلاص كده خلصنا حتة اللي ايه الفليرتينج أو المتح اللي قداما يأتي تأتي بقى المنطقة بتاعة فعل الأمر فأتو وهنا وجود الفاق برضه يعني سبحان الله ما فيش حرف لزيد ولا ناقص في القرآن الفاق بتفيد لغويا بتفيد السرعة في التتابع والترتيب يبقى خلاص انت خدت حقك دي هستة دي هتبقى تحت مظلتك وحتجب لك الولد فإذا بقى بسرعة بقى تعمل ايه فأتو الاتيان هنا بمعنى العلاقة الحمينة فأتو منها حكتين السرعة في تنفيذ هذا الأمر وبالتالي من هنا بنقول انه طبعا من المحبث جدا دينيا هو الزواج المبكر ورسول صلى الله عليه وسلم قال لك ومن استطاع منكم من بقتها فيتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن ليه بصفة فيعليه بصوف أنه له يجاء فإذا مسألة انه هو مثلا لا 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 ما يبقى الجواز يبقى متأخر يبقى بعد الثلاثين بعد الاربعين الحقيقة بيبقى فيه مشاكل كثير بيبقى فيه مشاكل كثير حتى تتقبل الآخر ومشاكل نفسية يبقى إذن هو ربان صحاطعي بيقول ده الست دي كلها فوائد هتبقى امراتك وحتبقى وحتجيب لك الولد بسرعة فأتو بيفيد حاجة تانية فعل فأتو قد كده فعل صغير بس جميل بيفيد كمان السرعة في التتابع من المعروف أنه المرأة أكثر حياءة من الرجل في طلب العلاقة على الجانب الآخر هي عندها غريزة ملحة برضو الغريزة جنسية ملحة عليها فربنا صحوه تعالى عشان ما يرضعهاش في هذا الحرج فبيوصي الرجل أنه هو يسرع في تتابع العلاقة ويشعرها دائما بأنها مرغوبة لأن هي أصلا شعور المرأة أنها أن هي مرغوب فيها باستمرار ده بيديها بيغذي كبرياءها ودلالها وبالتالي بيضع الرجل في مكانة أخرى خالص أعلى بكتير قوي عندها وبي بيزين بيقول بيبروموت يعني بيعززه أو بيسوق له في قلبها يعني في مكانته عندها فأتوا ورجع ربنا سبحانه وتعالى يخاطب فيك في الرجل برضو إيه الملكية فأتوا حرفكم يعني طول الوقت بيلعب على السيكولوجي بشكل مش طبيعي يعني اللي بيفهم سيكولوجي وبيعرف علم النفس الجنسي اللي هو الفرق بين علم النفس الزكري والأنسوي إيه العظمة دي يعني أنا حتى لو أنا بحكي حررت بالوقت أن الجسمي بيقى شعر كل شوية إيه ده إيه ده مزيكة يعني فأتوا حرثكم تسجير وهنا بقى لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال فعل أمر والنفس البشرية صعب عليها الأمر يعني فيه في في علم العقيدة يقول لك جبلة النفس البشرية على الربوبية يعني كل واحد فينا عاوز يبقى رب يبقى عايز هو المدير عايز هو الباص عايز يدي أوامر ما ياخدش أوامر وهكذا فإذن النفس البشرية التي جبلت على الربوبية هي صعب تقبل أمره بهذا العنف فأتوا حرثكم فربنا سبحانه وتعالى لازم بعدها يديك مساحة قال لك أنا شئتم حرف أو ظرف اللي هو أن أن ده ظرف غريب جدا أن ظرف من ثلاث حروف وفيه علاج لما يسمى الملل الجنسي أن اللي هو فيه تغيير يعني أنا شئتم فيه مساحة مساحة رحابة عالية جدا فيما يخص مكان الإتيان وتوقيت الإتيان وطريقة الإتيان المسمى حاليا بالأوضاع الجنسية يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا سيب لك رحابة في كل شيء خلاص يعني فأتوا حرثكم ده أمر لكن أنت عندك حرية التنفيذ أنا شئتم وبعدين الموضوع خلص لا مخلص في واو وحن تعلمنا الواو دي يبقى لسه لسه الأمر لسه فيه أوامر أخرى عارف حضرتك هل دك أقوال أخرى مدام في واو يبقى لسه فيه أقوال أخرى قال لك إيه وقدموا لأنفسكم الحقيقة دي برضو سينفونية تانية خالص وقدموا لأنفسكم دي وقدموا ده أمر المين فعل أمر للرجل للرجل طيب ليه ما قالش وقدموا لهن مش التقدمة دي بتفيدها هي بتوصلها هي مثلا للشبق بتاعها هي بتفيد أن هي بتستمر في الاستمتاع هي دي التسخين بتاع العطفي بتاعها ليه ربنا ما قالش وقدموا لهن دي أنه وقفت قدامها كتير جدا ربنا قاله وقدموا لأنفسكم زي ما اتفقنا سيكولوجية الرجل تقوم على الأنوية شوية فلو لم يقل ربنا سبحانه وتعالى لو ما قالش كده يبقى ممكن الرجل ما يهتمش لهن في بعض الرجال عندهم شوية قسوة إن هي لو عشانها هي بس لا مش مهم خالص لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل استمتاع الرجل من استجابة المرأة يعني دايماً بيبقى العلاقة يسموها كده زي بينج بونج يعني الرجل يستمتع بشكل أقصى حين تستمتع المرأة بشكل أقصى ما تخافش المسألة مش تضحية لأنه العطاء أصعب عند الرجل من عند المرأة فبالتالي قالك لا هتعود عليك وقدمه لأنفسكم خلصت كده لا لسه لسه فيه واو ما لو هو تعلمنا إن احنا نوقف واو العطف واو حرف عطف تفيد لغوياً تفيد ما يسمى بالمعية يعني لا بد أن يأتي ما بعدها مع ما قبلها يبقى لسه يبقى لسه الأمر مخلص وما ينفعش أخذ حتة واسيب حتة قالك إيه بقى هنا خلص أنا لديت لك الدلالة بتاعتي وديت لك حريتك في الإتيان وقلت لك حقوقها سبحانك يا رب سبحانك يا رب واتقوا الله يعني المسألة بقى إنك أنت مش اللي بيزعى مراته مش يخاف من أبوها مش يخاف من أخوها لأ بيقولك ده يعني ربنا سبحانه وتعالى ده المثال الأعلى ده أنا المحامي بتاعها بقى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه دي واو تانية يبقى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه هتروح مني فين وبرضه ربنا سبحانه وتعالى عشان ما يخليش المسألة فيها تهديد كده قالك وبشر المؤمنين يعني حتة آية أنا دي أنا دي فسرتها لوحدها تقريبا 30 صفحة يعني كتابة في كتابة الرسالة بتاعتي نيجي يعني نعزي ده بقى أو نعمله يعني على العلم الحديث العلم الحديث ماستران جونسون هم هول ناس حطوا ما يسمى بالدورة الجنسية الدورة الجنسية اللي هي فيها أن الزوج والزوجة زوجة يعامل زوجة تحديدا يعني الدورة جنسية للمرأة وهي قيل أنها أهم لأن هي المرأة مش شرط تصل إلى الشبق بتاعها بتحتاج ربما جهد بزاكسي أول العلاقة عشان تصل للشبق بتاعها فأول الأمر الدنيا بتبقى في إيد الزوج 100% فعشان كده هما لما حطوا كان الدورة الجنسية أن المرأة احتمل 3 احتمالات قالوا أنه لابد أن يكون هناك معاملة يومية لطيفة وودية ما بين الزوج والزوجة لأن ده بيحط رواسب لو معاملة سيئة بيحط رواسب عاطفية عند الزوجة بيخليها مهما كانت مهما كان هو كويس جنسيا ماش هتستجيب اللي هي آية تاع صورة ايه تاع صورة الروم الروم اللي هي المواد والرحمة اللي قلنا عليها الحاجة التانية قال أنه هو لابد من بداية فيها ملطفة ولمدة أطول من اللي هو بيحتاجها علشان المرأة تصل إلى الوضع المناسب أن تبدأ به العلاقة الحميمة وأنها كمان يمكنها أن تصل إلى الشبق أكتر من مرة خارجيا أصلا قبل العلاقة الحميمة ده من ضمن اللي هي البديل التاني نيجي بقى في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك لا يقعنا أحدكم على امرأته كالبعير وليكن بينكم رسول فقيل ما الرسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبلة وهي كناية عن بن قسينيا هي كناية عن كل ما هو تلامس جسدي والكلمة وهو كناية وهي كناية عن كل ما هو كلام في مواد وفي ملطفة هذه الحديث الشريف اللي هم رجوا وقالوا أنه لابد أن تطول فترة المدعبة والملطفة حتى تصل إلى هي الشبق بتاعه نيجي برضو الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل أن يتأكد أن امرأته أتت بمائها يعني أن هي قذفت قبل ما ينهي اللقاء ده حديث ده حديث يعني إيه الجمال ده إيه الجمال ده فأنت متخيل حضرتك أنا ببقى منتشي كل مرة ما بروح لمؤتمر بتاع الجامعة أنا خدت منها دكتراه في أمريكا كل مرة بقول السبيتش بتاعتي على حاجة في العلم جات في الدين وأنا طبقتها على شغلي ببقى في غاية الفخر أنا بقى رأسي فوق السحاب والحقيقة هناك بينصته جدا يعني مش هنقول بقى أن هما يعني مسلمين فالمبسوطين بالدينهم دول لا دينيين ولكن بينصتوا فأنا الحقيقة اللي باستغرب له أن حد بقوت يا نعمة الإسلام ويبتدي أصلا يفندها ويقوح فيها ده اللي باستغرب له جدا طب خلينات على فصل إعلاني نرجع بعده ونواصل حوارنا مع دكتورة هباقوت أهلا بحضركم من جديد في هذا الموضوع الشيق اللي أتصور أن الكثيرين مهتمين جدا بالجنس في القرآن الحقيقة موضوع دكتور هبا قد يكون مختلف وقد يكون أيضا يعني بيدينا برضو مرجعية دينية في أصول تعطى العلاقة بين الرجل وزوجته بشكل عام خليني أكون يعني أنت كنت بدأت تديني نوازج للدراسات العلمية الحديثة ومدى تطابق هذه الدراسات مع ما جاء في القرآن الكريم أي تاني تحب تكلم فيه يؤكد الأعجاز العلمي في القرآن وتطابقه مع العلم فيما يخص العلاقة الحميلة أقول لها رتك حاجة لمدة يمكن عقود وقرون اللي هي القرون المظلمة سواء في أوروبا أو في المنطقة بتاعتنا أو حوالينا وفي الثقافة يمكن البدوية كانت برضو موجودة أن ربما كان بيعتبر الزوج أن الزوجة ليس لها حق في الاستمتاع وأنها فقط مجرد وعاء لشهوته وأن هي غير قابلة وغير قادرة على الاستمتاع ده كلام ده على فكرة بعد رسالة رصول الله عليه وسلم والحقيقة احضرني دلوقتي بحث رائع وشيق جدا جدا عملوا المرحوم دولة عبد الحليم أبو شقة كان وسمى البحث ده الحقيقة في ست أجزاء كبار جدا تحرير المرأة في عصر الرسالة وده من ضمن المراجعة اللي أنا جبت منها حاجات كتير من رسالتي أنه أثبت بالدليل وبرهان من القرآن وصحيح وصحيح السنة دولة عبد الحليم أبو شقة اللي أرحمه أنه المرأة كانت واخد حقها في كل المجالات وكان عامل جزء الخامس والسادس تحديدا لعلاقة الحميمة لعلاقة الزوجية والعلاقة الحميمة أيام رسول صلى الله عليه وسلم وأيام في أوائل أيام الرسالة أكتر بكتير من اللي أخذته فيما بعد وعايز أقوله حريك حاجة بين قصين وأكتر بكتير من اللي هي وخداء النهار ده فده من ضمن الحاجات اللي احنا الحقيقة مستغربينها جدا يعني حق المرأة مثلا في الاستمتاع الجنسي لو جيت في أوائل القرن الماضي مثلا أيام سي السيد وثقافة سي السيد بشكل عام وفي المنطقة العربية وفي الثقافة البدوية وفي شمال أفريقيا حتى لو إحنا قريت أنا في التاريخ العلاقات الزوجية في الأماكن دي كلها وفي الثقافات المختلفة يعني عند البربر وعند البدو وعند الغجر وعند الأفرقى وا 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 الحقيقة مسألت استمتاع المرأة تقريبا مش موجودة فلما جم الأمريكان عملوها وعملوا لها عملوها هللة لما بدأوا يقولوا أن هم من أوائل مدافعين عن حقوق المرأة وأن حقها في الاستمتاع الجنسي والحقيقة هم ما كانوش أول ناس ولا حاجة هم كانوا متأخرين جدا يعني هلأ ده الحرية في تعلم ودراسة العلوم الجنسية كانت متاحة جدا في بداية العصر الإسلامي مثلا كانت أكبر من هذا الوقت اللي حصل فيه ده شوه في المفاهيم الجنسية بكتير جدا وكان متاح لأي حد أن هو يسأل رسول صلى الله عليه وسلم في أدق يعني تفاصيل حياته الحميمة وكان بيحيل السائلين في هذه العلاقة إلى سيدة عائشة والحديث الشهير لو أخذوا نصف أدينكم عن هذه الحميراء الحديث ده بيشوف أدئير وكان أخذ نمازج طيب أنا أقول لحضرتك يعني كان بيسأل مثلا رسول صلى الله عليه وسلم عن الإغتسال كان بيسأل عن الأوضاع الجنسية فكان حدرتك عارف أنه هو كان في المدينة بعد الهجرة كان كان ثقافة يهودية موجودة كتير جدا واليهود هم أصلا في الدين اليهودية بيحرموا كل حاجة تقريبا في العلاقة الجنسية يعني ممنوع الالتقاء بدون حال ممنوع اللقاء الجنسي بعد طلوع الشمس لابد بعد الغروب ممنوع أن يرزوا جن يعني من بعضهم البعض حتى العورة ممنوعات 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 فكانوا في المدينة متأثرين بالثقافة اليهودية فالرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة ما كانوا بيسألوه عن تفاصيل دي اللي هو مثلا الاتنين أثناء الحيد يعني ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم لك منها كل شيء إلا الحيد تودبر ولما طب أثناء الحيد لمنها إيه فلتستأذر شأنك بأعلاها وفي يعني كل الحاجات دي تفاصيل كتير جدا مثلا في حديث آخر يقول لك لك منها كل شيء إلا النكاح يعني فقط الإلاج هو الممنوع حاجات وفي حد جيسأ الرسول صلى الله عليه وسلم طب أنا أنا يعني شديد الشهوة يعني فوزوتي لو هي حقد لا أحتمل فقال له يعني إذا كنت تملك قربك يعني إذا إنت تقدر تمسك نفسك خلاص يعني ممكن يعني تبدأ العلاقة معها طالما أنك أنت هتقدر أنك أنت توقفها في الوقت المناسب إذا لم تستطع لا يبقى خلاص أهجرها إلى أن تغتسل بسؤول عن الاغتسال سيد عائشها رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين كان بتحكي أن هي قالت كده حديث روي عنها بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم قالك كنت أغتسل مع الرسول من إناء واحد وكنت أقول له دع لي ويقول لي دعي لي يعني كانوا بيتلطفوا حتى أثناء الاغتسال بعد العلاقة الحميمة الرسول كان في التفاصيل اللي هي مثلا زي الأوضاع الجنسية سؤل عنها وكان بيحيل للسيدة عائشها الكثير من الأمور فهي فيها كمان رحابة أنه ما قالش لأ الست ما تتكلمش وكان بيخطب يعني حتى قدام الناس كان يقول خذوا ينصفوا عن هذه الحميراء الحميراء اللي هي كانت يعني حمراء الوجه حتى بيلطفها يعني بيغزلها قدام الناس وكان حتى بيناديها قدام الناس يا عائش وكان يستشرها في هذه الأمور يقول لها أوليهم وكانت تخطب فيهم مدة طويلة جدا بعد وفترة رسول صلى الله عليه وسلم فيما يختص علاقتهم الجنسية وتفاصيلها الأوضاع الجنسية في حد راح سأل رسول الحديث رواها ابن حازم في حد راح سأل الرسول أقاتي امرأتي من دبوريها فرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقتها من دبوريها في قبولها يعني دي اللي هي الأوضاع الجنسية الموجودة اللي هو دلوقتي بيسموها الفرانش بيسموها الفرانش بوزيشن هي مش فرانش ولا حاجة هي كتب من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ونصح بيها الناس وكانت بتتقلب ببساطة طالما فيه إطار محترم وإطار كويس وكده فالحقيقة يعني كمقارنة بين العلم الحديث وبين ما جاء في السنة والقرآن وصحيح السنة ومن رويه عن الصحابة والتابعين الحقيقة احنا دينا تقدمي جدا وفيه رحابة شديدة جدا جدا وفيه طعم جميل وفيه كده رقي شديد شديد لم يأتي به أي دين آخر أموما احنا أكيد حيكون لنا وقفات أخرى احنا يمكن مكملناش ملف النهاردة ملف الجنس في الإسلام أكيد حيكون لنا وقفات أخرى مع إن شاء الله مع دكتورة هون ملف جميل وجبير على فكرة يعني بيتشعب حتى مننا وأنا الحقيقة يعني بسعد لما أتكلم فيه إن شاء الله بشكرة جدا دي حلقتنا النهاردة بوضوح بشكرا جدا سباح الألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر